الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام راوي حديث اليوم هو إمام الرواه وقد كان من عباد الصحابة أكيد أرفتوه هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه وقد كان كثير الصوم والذكر وقيام الليل يقول عن نفسه كنت أجذئ الليل إلى ثلاثة أجذاء فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة يصلي ثلث الليل وزوجته ثلثا وابنته ثلثا رضي الله عنه أرضاه وكان يصوم كل اثنين وخميس ويقول إنهم يومان ترفع فيهم الأعمال وكان يسبح في اليوم إثنى عشر ألف تسبيح ويقول أسبح بقدر ذنبي فكم يكفينا من تسبيح والآن مع حديث اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال مهم جدا هل النية الخالصة كافية لكبول العمل؟ الإجابة لا عشان العمل يكون مقبول لازم يكون فيه شرطين أول شرط النية الخالصة لواجه الله سبحانه وتعالى وتاني شرط إن العمل ده يكون موافق لمنهج الله ورسوله عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لا ينفع قول إلا بعمل ولا ينفع قول وعمل إلا بنية ولا ينفع قول وعمل ونية إلا مما وافق السنة وقال الفضيل بن عياض إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة ثم تلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم حديك مثلين لو واحد غني يقرر يساعد الناس بفلوسه دينية عظيمة لكن لو اشترط أن عند رد الفلوس يبقى فيه زيادة يبقى دا يخالف منهاج الله ورسوله والمثال الثاني لو واحدة عالمة في أي تخصص وقررت تعمل فيديوهات وتنشر به العلم بتاعها دينية عظيمة بس سوري كانت متبرجة وفول ميك أب فهذا يخالف منهاج الله ورسوله سؤال مهم جدا هل من الممكن تعدد النواية لنفس العمل وبالتالي نزود الأكر الإجابة ممكن وبكل سهولة حديك مثال في السنن والنوافل لو انت متعود تصوم الاثنين والخميث وجه يوم الاثنين أو الخميث موافق للثلاث البيض ممكن تؤجر عن نيتين صيام الاثنين والخميث والثلاث البيض لو دخلت المسجد ونوايت تصلي سنة تحية المسجد وفي نفس الوقت تصلي سنة الظهر فانت عندك نيتين لعمل واحد وان شاء الله توجر عليهم وده هل أرجح الأقوال في السنن شفتوا قد إيه احنا بنضيع ثواب وبنضيع فرص احنا ممكن نزود الإنتاج بتاعنا للضعف أو أضعاف كثيرة حسب النواية شرط انها تكون نية خالصة ويكون نعمل موافق لمنهاج الله وسنته خيرا على حسن الاستماع وأسف على الإطالة ويريت كلنا نعمل المشاركة للفيديو نعمل سبسكرايب ولايك وشير على اليوتيوب ويريت لو تشرفونا وتزوروا صفحتنا كل يوم حديث على صفحة الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة